برحب حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير وزي ما قلنا في الانترو طبعا مبروك تأهل النادي الاهلي لربع النهائي الشامنزليج الافريقي لكن ما بعد التأهل ما بعد التأهل ايه الفرق المميزة في دور المجموعات اهم اللعيبة اهم الفرق ومين كمان اللي وصل لغاية دلوقتي يعني مش كل الفرق وصلت دور الربع النهائي لم يكتمل حتى الان هنتكلم كمان عن مباراة النادي الاهلي امام المريخ من خلال ارقام من خلال احصائيات وطبعا كل ده من خلال المميز دايما والمتواجد دايما معنا في البيت الكبير الدكتور احمد سابت الدكتور بن رحب بيك اهلا وسهلا بحضرك كابتن هاني ودايما اللي حضرك متألق ومنور حبيبي ربنا يخليك عايزين نتكلم يمكن في الانترو انا قلت يمكن كان فيه نقطتين ايجابيتين جدا في مباراة النادي الاهلي برغم طبعا الاداء المتواده شوية والغير مرضي بالنسبة لجماهير النادي الاهلي ان احنا حسمنا التأهل ويمكن في المجموعات الاربعة كمان لسه بعض الفرق ما حسمتش لكن ده كان مهم جدا انك تحسم التأهل الجزء التاني كمان ان احنا على مستوى الرجوع للمباراة الرجوع للمباراة يمكن اخر ربع ساعة ضغطنا وعملنا شكل هجومي افضل كتير جدا من يمكن الساعة اللي تلعبت من خلال المباراة وقدرنا نسجل هدفين نتكلم عن مباراة النادي الاهلي والمريخ شوية من خلال رؤيتك اولا الفنية من خلال بعض الارقام والاحصائيات اللي انت محضرها عشان كمان الناس تفهم احنا كنا ليه ما كناش كويسين ليه الاداء السيء ده كان موجود في مباراة المريخ يمكن في البداية المباراة ديت يعني ممكن نقسمها 3 حاجات او 3 فترات فترة ما قبل المباراة الشوت الاول الشوت التاني تمام يعني لو عملنا كده حاجة زي مخطط 3 حاجات طب نتكلم على التحضير اه التحضير ما قبل المباراة نقدر نقول نمرت واحد ان فترة التوقف الدولي اثرت على النادي الاهلي النادي الاهلي كان وصل قبل فترة التوقف للطب وانك سيبنا فيتا في فيتا بنتيجة واداء وبرى ملعبك فبالتالي فترة التوقف اثرت عليك ليه لان انت عندك 19 يعني حوالي 8 في المنتخب الاول وفيه في المنتخب الاولومي فعندك لعيبة كتير جدا اه في المنتخب فعندك اكتر يعني لعيبة كتير جدا في المنتخبات وبالتالي اثرت عليك بتعمل نوع من الاجهاد بدليل ان اغلب الفرقة مثلا اللي اتأهلت بتريح اللعيبة سواء سانداونز سواء الوداد برضو الترجي في بعض اللعيبة احنا بنلعب لان احنا طبعا ما كناش لسه حسامنا الصعود فبالتالي فترة التوقف الدولي اثرت عليك النقطة التانية ممكن نقول ان احنا كان في نوع من استسهال المباراة شوي ان احنا باللعب ان احنا راحين كالمريخ السوداني ان احنا جاي كاسبين 3 سفر ان احنا هنكسب دي برضو فيها نوع شوي بانت يعني في اجزاء من المباراة الحاجة التالتة نقدر نقول كل ده قبل المباراة تحضير موسيماني قبل المباراة ان انا هلعب بنفس طريق فيتا كلوب اللي هي 4-4-2 هلعب بالضغط العالي هاضغط عليهم هاجمهم باتنين مهاجمين نفس الفكرة يعني محدش بقى يلومني مثلا ان انا هلعب بنفس الطريقة او كده نفس الفكر الحاجة الرابعة برضو ان لازم تكون عارف قبل المباراة ان نقطة قوة المريخ السوداني هي الدربات السابتة والدربات الركنية الدربات الركنية بتتلعب على القايم القريب واحد بيصلحها والدربات السابتة وانت دخل فيك هدف من ضربات سابتة اذا فترة التحضير للمباراة الفترة الاولانية اللي هي النقطة الاولانية ما كناش جايدين فيه توقف دولي بقى من تحضير للمباراة من طريقة لعب ممكن تقول 4-4-2 بتاعت موسيماني طب ما انا كسبت بيها فيتا 3 انا بشوف ان الطريقة دي كانت مفاجأة لمدرب فيتا ان في مباراة فيتا كان اول مرة النادي الاهلي يطبق الاسلوب ده برا ملعبه ان انت تلعب باثنين فراودة بتلعب بضغط عالي فكانت مفاجأة للمنافس عكس المريخ السوداني اللي درسك كويس وشاف ان انت بتلعب بـ 4-4-2 فحفظ طريقة لعبك في نقطة مهمة جدا برضو ندخل بقى على الشوت الاول طب انا عايز انا اشك في الجزء الاولاني خلانا اتكلم بكل امان انت بتتكلم على عملية التحضير ما كانتش كان فيه جزء منها فيه اجهاد لليعبة الدولية وفيه جزء تاني اتكلمتي فيه ان كان فيه ثقة زيادة شوية ان المباراة هتبقى بصالحنا المباراة عمرها ما كنا نفكر انها تمشي بهذا السيناريو حنيجي الجزئين الجزء على مستوى الادارة الفنية اعتقد الادارة الفنية عملت شغل اللي بأسة به محدش يقدر تكلم على التشكيل لان ده اعتقد لو قلنا تبدأ التشكيل الامسل صح بيجي هنا دور اللعبين بقى منت دور اللعيبة كمان مهم جدا ان الادارة الفنية بتشوف شغلها ومهما كان ان اللعيب والادارة واعتقد اللعيب قادوا مع بعض وشفنا من خلال كلام الشناو في المؤتمر الصحفي ان المباراة صعبة واحنا جايين عشان نكسب بالرغم عن كده وانا كنت لعيب وكنت بحس شوية بالاجواء دي انه مهما الجهاز الفني عمل لك بوش للحتة دي وانك تكون مركز فيه جزء صغير يقول لك لا المباراة لا هنعدي نتيجة مثلا ان المريخ بعيد نتيجة ان احنا بدانيا نوقفين على رجلنا فانت شايف خاصة الشوت الاولاني هذا يعني الاداء الغير مقنع راجع ليه اللعيبة ولا راجع ليه الادارة الفنية هو راجع لكله يعني نقدرش نلوم محد بس هو كله بس السبب الاساسي بقى هنشوف في الحالات الفنية فيه نستعرض الشكل التكتيكي يعني لو استعرضنا اول حالة فنية نبدأ بيها طبعا احنا زي ما قلنا كنا بنلعب اربعة اربعة اتنين هو فكر مصيماني ان انا حلعب بافشة جناح يمين ودي من وجهة نظري كانت المشكلة الاساسية والسبب الاساسي في الظهور بهذا الشكل احنا الشيط التاني تغيرنا ليه لما افشة دخل في عمق الملعب ده اللي هنبينه بالحالات من الديئة 68 لما دخل ارتكاس تاني ليه تعالا نستعرض نجيبها هنا بس نستعرض اول حالة معنا بص حدك يعني ده اول حاجة ده اسلوب لعب مصيماني ان انا حلعب ايه طريق انا بادئ بنفس فكر فيتا حلعب اربعة اربعة اتنين اجايج ناح شمال افشج ناح يمين الاتنين اللي قدام بضغط بمنع ان هم يحضروا الهجمة مروان ومحمد شريف وبلعب دفاع عالي في وسط الملعب عشان كده يعني المساحات وراء ليه زهرت المساحات اللي وراء خط الدفاع دي لان الضغط بتاعنا ما كانش قوي عكس مباراة فيتا الضغط بتاعنا ما كانش قوي كان بتفلت في بعض الاحيان ما كانش منظم قوي وبالتالي ظهرت المساحات ظهر مثلا بدر بنون مش في حالته ظهر ياسر ابراهيم مش في حالته قوي الصورة اللي قدامنا برضو يا احمد دلوقتي مروان هناك بيدغط شريف وقف صح مروان بيدغط ده دي في بداية المباراة حلو قوي قفش وقف صح طبعا دي الوقفة دي صح ده كان فكر مسماني في بداية المباراة ان انا حلعب بنفس طريقة فيتا ان انا حلعب اربعة اربعة اتنين حبدأ ضغط عالي هحاول الضغط في اول خمس دا اول عشر دا كنا مشين كويس حلو ان احنا بنضغط بس هي في بعض الاحيان الضغط ما كانش كويس الحاجة التانية ان احنا اتغادرنا بضربة سابتة ما كانش فيه تركيز في الضربة السابتة طب ايه بقى يعني انت بقى مفروض في الشوت الاول انت بدأت بطريقة في الشوت الاول حصل ان ان انت كنت غير موفق او البعض اللي عبية ما كانتش موفقة افروض ان انا كنت اعدل بقى على طول يعني نوعا ما التغيير اتأخرت شوكات في الدقاءة 68 بس تعال ان شوف الصورة التانية ايه سبب الفكرة الفنية او المشكلة الفنية في التحضير اولا دا الشوت الاول كان عندنا بطء في تحضير الهجمة صحيح بطء رهيب طب ايه سببه سببه وجود ان افشة نحية اليمين بص افشة فين بعيد يعني بعيد جدا وبالتالي فيه فجوة في وسط الملعب دا كانت مشكلة النادي الاهل في المتش كله هي الفجوة اللي في وسط الملعب بس اقول لك حاجة برضو يعني انا في اعتخادي ان دا كمان دور لعيب اكتر من اه فيه طبعا تعليمات لازم تكون من على الخط شوية لكن دا كمان دور لعيب انه فاطم لقاءات افشة بيلعب جناح يمين دابل بوزيشن اه بيلعب ملكة جناح يمين بيلعب جناح يمين واحنا معنا القورة المفروض يبقى عشرة عشرة صح احنا واحنا بنتغط بيبقى ضغط ناحية الليمي لكن في الجزئية او في الصورة دي الدايرة الكبيرة دي يعني اعتقد ان افشة كان لازم يكون كمان قدام الحكم عشان يستلم الكورة دا فريق حافظك ركز عليك في زاكرة كويس في مقرات فيتا فكان بيلعب بمنطقة الضغط ان انا هلعب في لوبلوك الضغط في وسط ملعبي وفي نفس الوقت هو ايه افل وسط الملعب فكان مفروض حد هنا بينزل يسقط دا كان دور افشة ان انا ننزل اسقط او عمر السلاية يتحرك في المساحات دي او ديانج واحد فيهم لازم كان يعمل عملية الربط ليه ما كانش فيه ربط بين الخطوط دي كانت المشكلة ان انا بلعب اربعة اربعة اتنين وسط الملعب عندي فاضي بنفس الشكل ده ليه لان افشة كان بلعب جناح يمين وبالتالي كان افشة لازم يدخل في عمق الملعب او السلاية يزيد او الو ديانج يزيد فعلشان كده ده بنوضح بس للناس ليه كان التحضير بطيء احنا كنا حسين التحضير بطيء التحضير بطيء لان مفيش حد بينزل يسقط وبالتالي ياسر ابراهيم ياخد الكرة مفيش حل انا عالعب تمريرة طولية لقدام وبالتالي الكرة التانية كنا بنخسرها لان اصلا ما في فاجوة فاصل الملعب برضه عمر السلاية تجيله الكرة يعني مثلا ياسر ابراهيم معاك كرة فبالتالي مفيش حد بيديله ليه لان ما فيش حد في عمق الملعب هنا كان كان محمد مجدي افشا لو احنا كنا حولنا الطريقة الاربعة اتنين تلاتة واحد كان محمد مجدي افشا هينزل كابلي ميكر برضه عشان ما نتكلمش في طريقة اللي احنا نتكلم في مهام لعيبة مهام لعيبة ممكن هلعب في وقت من الوقات بقول مجدي افشا والله انت ممكن تبقى جناح يمين في حالة الضغط انك بتضغط على الباك الشمال لكن في حالة وحنا بنعمل انزل استلم ساعة زمالك بالزبط بتبقى رقم عشرة وبالتالي كان على افشا المفروض انه يكون افشا بعيد جدا اه يعني جناح يمين هناك في وسط ملعب الخصم بيلعب هناك وبالتالي كان فيه مساحة كبيرة فدور ان افشا واجايه مفروض واحد فيهم ينزل يسقط بحيس ان انت الاجنحة يعني تدخل لعمق الملعب وبالتالي واحد فيهم يستلم او عمر السلية يكمل قدام ديونج عشان يوصل بس الكرة اللي بتلت فافضلنا في حالة من التوهان وفي نفس الوقت برضو المريخ خطفك بضربة سابتة الجون التاني جيه ضربة الجزاء جيت وضاعت ودي كانت نقطة تحول في المباراة انه ضربة الجزاء بتضيع وفي نفس الوقت انت حسيت ان اتفاعي الاهل ايه احنا بنلعب الدفاع عالي وفي نفس الوقت بدري بنون مش في حالته تقول هو مش فكرة مش في حالته هي فكرة ان انا بلعب دفاع عالي ومش بضغط ضغط عالي فانا لو بضغط من قدام بدري بنوم مش حيزر كده. ياسر ابراهيم مش حيزر كده. فهي كانت المنظومة ككل مش في حالتها. تمام. المنظومة ككل. وبالتالي لما دخلنا في الديق اربعة وستين او تمانية وستين لما بدأ موسماني يغير يدخل افشا كارتكاز تاني جنب مين? جنب السلية. لعب ست او تمانية. لعب تمانية جنب السلية وحولها اربعة اتنين تلاتة واحد. ودفع بواليد سليمان ناحية الشمال طاهر محمد طاهر ناحية يمين الشحات وقدام بوالية. فالطريقة عدلة بدأ ان فيه افشا ينزل يستلم. بدأ الشكل يتغير. بدأنا نضغط طبعا مع شخصية النادي الاهلي. طب ما دالي بكلمك عليه. احنا نلعبنا بنفس التشكيلة و بنفس اللعيبة في مباراة فيتا كلاب. مباراة فيتا كلاب كنا بنعمل ضغط عالي. كان الضغط العالي افضل شوية. وده شال شوية من على خط النص وخط الدفاع. انت بتحلل موقفة نقطتين. النقطة الاولانية ان الضغط العالي ما كانش بيه. المنظمة. السليمة. الجزء التاني كمان ان وجود آآ فراغات في نص الملعب بعد ان وجود افشا. ما فيش ربط بين الخطوط. ما فيش لعب بيتحرك في ايه? في الهافز بيس او في المساحات اللي بنبيله الخطوط دي. الحاجة التالتة ان فيتا كلوب مدارف فيتا كلوب اتفاجئ بطريقة اللعبة دي. فكانت مفاجأة بالنسباله. الحاجة الرابعة كمان ان فيتا كلوب اصلا نقطة الضعف عندهم الاطراف. الظاهرين. المساحات اللي وراء الظاهرين. على مبارات فيتا. فعشان كده نجحنا قوي. لكن هنا انت مش بتقابل نفس المنافس. انت بتقابل اه منافس ازهرته اقوى شوية. بيلعبك بلوب لك. بيحاول يغطي اه ممكن يكون اقل فنيا. بس هو كلهم بيلعبوا لوب لك. في وسط ملعبهم فبيداء عليك المساحات. فعملك عملية الفصل. فصل الترمومتري بتاعك في وسط الملعب. الصورة اللي بعدها بقى نفس الشكل. بص ادي عمر السلية نزل. بص ادي المساحة في وسط الملعب. افشة برضو في نفس الحتة. وبالتالي عمر السلية هنا مفروض حد. يعني بنلعب تمرير طولي كتير اوي. ده مش لعبنا. طبعا. 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 ان احنا نلعب تمرير طولي. عشان كانت مشكلة في وسط الملعب. الحتة دي مهمة جدا. دي كانت نقطة يعني الصغرة اللي كانت موجودة عندنا اوي السبب في الظهور في الشوت الاول الفني. طبعا. الصورة اللي بعدها. نفس الشكل برضو. ادي ادي الكورة برضو تمرير طولي ودي المساحات قد ايه? ودي مروان. يعني بص اصلا الوسط الملعب مش باين. ودي مروان ومحمد شريف فين? اهم. بص المسافة قد ايه? وبالتالي مفيش ربط خالب. مفيش حد في وسط الملعب. انت بتتكلم على يعني الخطوط مش قريبة من بعض. وبالتالي كان المفروض لو الصورة دي طبعية كان يبقى نص الملعب بتاعنا موجود. يبقى هتلاقي حتى الكورة التانية مش هتاخدها اصلا. انت لو بتعمل تمرير طولي الكورة التانية مش هتلاقي حد في وسط الملعب ياخدها. وبالتالي انت مظهر يعني كان ده كان الشوت الاول. برضو ضيع ضربة الجزاء فرقت معانا. صحيح. كل الحال ما كانش في حالتنا برضو يعني. طبعا نتيجة التوقف الدولي نتيجة الحاجات اللي احنا قلناها كلها. نبص برضو للحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها ده بقى مين اللي نزل هنا في ديئة تمانية وستين. لما التجارات حصلت افشة. افشة. بدأ ينزل يستلم وادة عمر السلية هورو هيحلو. بدأنا نلعب كرة على الارض. بدأنا نرجع لشكلنا الطبيعي. بدأنا نرجع كرتنا. النتيجة رجعت تاني اتنين اتنين ورجعنا بشخصية النادي الاهلي. ليه? لما افشة رجع في وسط الملعب. افشة واحد من اهم اللعيب في مصر بصراحة ولعيب لعيب نموذجي. لعيب يعني واحد من اهم صناع الالعاب على مستقل كرة الافريقية. واحنا ما نستعرض حتى التشكيل المثالي هنلاقي موجود في التشكيل المثالي بالارقام. افشة واحد من اهم هو افضل صناع العاب حاليا ندخل كرة افريقية يعني. محمد مجدي افشة. لما بينزل ويكون في حالته النادي الاهلي حالته كلها بتتغير. صحيح صحيح. يعني دي لقطة طبعا افشة نزل. نزل اه ده بدأنا بقى مديها تمانية وستين. اه وليد سليمان بقى قدام حسين الشحات طاهر بواليا بدأنا نشتغل الاطراف تشتغل محمد هاني. كمان برضو الشوت الاول انت بتلعب باتنين فراودة والزهرين ما بيتروش. يعني محمد هاني ما شوفناهوش بيتقدم كتير. ما شوفناش اي من اشرف بيتقدم كتير. وبالتالي ما نقدرش نلوم الاتنين المهاجمين وما فيه راس مال المهاجمين الكرة العرضية. صحيح. وبالتالي ما كانش فيه الشكل ده في الشوت الاول. نكمل الصورة اللي بعدها. ديت بعض الحالات الدفاعية. احنا لما. الضغط بقى هنا مكانش قوي. وبالتالي ادي بدري بنون هو ياسر. ده الجون اللي جا فينا. نعم. اللي هو الجون التاني. احنا بنلعب دفاع عالي. وبالتالي اي تمريرة لعبة في ظهرهم ظهرتهم بالشكل ده ليه. لان انت مش ضغط نفس الضغط بتاع مبارات بيتا. دايما دكتور وهتكلم يعني انت جبت جبت المختصر ان احنا ظهرنا بهذا الشكل في الشوت الاولاني يمكن مش اداة جيد. تيجد عدم الضغط باجابية. باجابية. وكان فيه مساحات. لكن عايز اخدك لنقطة تانية. ونتكلم فيها. واحنا بنتكلم على اه. دي دي بعض السلبيات. واكيد. اكيد على فكرة اللعيبة والجهاز الفني. طبعا. اكيد عارفنا وحسينها كويس قوي. النقطة التانية اللي عايز اخدها ويمكن اتكلمت فيها. ان دايما. اه. الاداء مش مش مبسوطين منه. لكن دايما عندنا حالة حلو قوي. حالة انك بترجع للمجرعة. فريق بيتغلب اتنين سفر برا ارضه. وعنده لسه رغم تاني. رغم سوء الاداء. لكن عندك انك بترجع للمباراة. وترجع للمباراة بشكل بشكل كويس. دار بالجزاء لبدر بنون. وحطها بشكل اكتر من رائع. ياسر ابراهيم في بلاس ناينتي بيحط الجن التعادل. واعتقاد مهم جدا انك حتى ما تخسرش. وانت وحش ما تخسرش. دي ميزة كبيرة جدا. وكمان على مستوى البلاس ناينتي. وعلى مستوى البلاس ناينتي معروف في Lenny النادي الاهلي. واجوان وتاريخ كبير جدا للبللاس ناينتي. هم ما بيستسلموش. ده طبعا ده شعار كبير جدا للنادي الاهلي. وزا ما حضرتكم شفته على مر التاريخ. البلاس ناينتي. هو شعار متصر بين نادي الاهلي. بروح الفنيلة الحمرة. به مش على مر الاجيال. حضرتكم شفته ااجيال كتيرة جدا. ويمكن المباراة اللي فاتت قابل. نتكلم على اداء غير مقنع شوية لكن يبقى ويبقى إصرار اللاعبين وطموح اللاعبين حتى يمكن في حالة غير جيدة لكن ما بنخسرش وده مهم جدا يا دكتور أحمد انك بتكون في الملعب في حالة مش مقنعة مش انت مش يومك يعني ساعات بتمر كده مراحل وده طبيعي جدا في قرط القدم لكن المهم جدا ان الروح موجودة انك بتتعادل في الدقاية الأخيرة وده حاسس انه بتبقى رسالة كمان للناس يعني انت لما بتبص كده للبلس ناينتي اي فرقة بتلعبك اكيد المدير الفني واللاعب يقول له لا المباراة ما خلصتش حتى والنادي الأهل المتأخر بهدف أو اتنين بيرجع وحصل ده في الدوري مع المقولين وحصل يمكن في مباراة كبيرة جدا جدا فعايز اخد من دوت ونرجع على المباراة من خلال بعض الأرقام ان احنا برضو نشوف الأرقام بتدل على ايه يمكن انت محضر أرقام مهمة جدا هناخد منها كمان ونبص الأدام هو أولا طبعا من يفرح أخيرا يفرح كثيرا اللي بيفرح دايما في الآخر هو ده النادي الأهلي دايما البطولة دوري يا بطال أفريكا دي بتتخذ على مراحل مش شرط ان انت عشان طلع تاني ان انت ما يبقاش يبقى انت فرصك قلعيلا في البطولة لا طبعا انت النادي الأهلي في آخر سبع بطولات احنا اخذينهم من سنة 2000 ثلاث مرات منهم كنا التاني واربع مرات كنا متصدر المجموعة فالبطولة دي بتتخذ على مراحل يعني ايه على مراحل أول حاجة المرحلة اللي هي قبل دور المجموعات ممكن تقابل فرقة أقل منك وتطلعك فلازم تعديها دي المرحلة الأولانية المرحلة التانية اللي هي مرحلة دور المجموعات ايا كانت بقى صعدت أول ولا تاني مش فرقة احنا لما بنتكلم أو مثلا أو ما بيبقى فيه بعض النقاط في الفرقة انت عايز تعدل للأفضل وتطور عشان تاخد البطولة ده المهم ده المهم وبس فيه ناس تانية بتقولك اه يعني احنا كنا نطلع الأول علشان نتجنب الوقوع مع فرق كبيرة زي سانداونز بتتكلم على مباريات الاهلي ما بيخافش من حد الفرقة التانية هي اللي هتخاف منك هي الفكرة ان انت هتصعد وبتطور نفسك وقول لحدك على حاجة انت كمان المباريات دي هتبقى لسه كنا بنتكلم قبل الهوى ان هي في شهر ايه في اخر خمسة اخر شهر خمسة او في خمستاشر مايو واثنين وعشر مايو هيكون رجعلك مين انت عندك علي معلول ده فرقل وحده مش موجود انت بتلعب من غير فرقل علي معلول ده لما يرجعلك هيضف لك كتير جدا وليت سليمان مباريح عودته مكسب كبير قوي لعيب الفنش بتاعه خبرة ولعيب هايل كذلك برضو عودة كهربا بتفرق كتير ممكن الفترة الجاية تكسب واحد زي ابوالية تكسب واحد زي صلاح بحسن يرجعوا يتقلق وتكسبوا فانت عندك انت لسه بتتكلم في شهر خمسة ما تعرفش ايه الظروف بتاعت الفرقة اللي هتقابلك ممكن تقابل الترجي الترجي مثلا يعني عنده محمد علي بن رمضان وعنده حمد النجاز معهم انزال لو اخدوا انزارين لو اخدوا الانزار التالت في المباراة الاخيرة يغيبوا ما لك دايما ما بتكلم على الجزئية ده انت بطل القارة انت حامل النسخة السابقة مش من الطبيعي انك انت حيث تكسب البطولة اي حد حيث تكسب البطولة ما انت لما قابلتش دوت في الى دور pip Dafani في دور الى الثمانية ما انت عتقابل فرقة جبيرة في الى دور التالت فالنادي الاهله عمره ما بيبوس لَالحتة دي اكتر انهو بيبوس ازاي يحتن ازاي 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 توصل انت دايماn عينينا على الأقوة بالبطولة نطور ازاي عشان نبقى ان شاء الله في دور التمانية ايا ايا كان مين يقع معنا بقى احنا اكيد ان شاء الله نكون احنا الافضل يعني. انا شايف ان الفرقة ماشية بشكل كويس جدا. ومسلماني برضو ماشي بشكل كويس. اه صحيح اي يوم دارب هيجيله في يوم هيبقى غير موفق طبيعي. يعني مسلماني راجل حقق دوري ابطال افريقيا. حقق دوري. حقق كاس. اه داخل على سوبر افريقي. لازم الناس كلها تقف وورا الفرقة في الفترة الجاية دي. ده طبية ده. شهر اربعة وشهر خمسة. انت داخل الع taala بالذات نهاية شهر خمسة. انت في شهر رمضان ده عندك ماتش الزا مالك وعندك متشاط. اللي هي الفترة الحسمة في الدوري. سبع متشاط في شهر. دي. دي الفترة الحسمة في الدوري. وشهر خمسة عندك السوبر الافريقي وعندك دوري التمانية في دورة ابطال افريقيا. سوبر افريقيا ان شاء الله تمانية وعشرين خمسة. في اخر شهر خمسة. تمانية وعشرين خمسة. وقبله هيكون دور التمانية. فانت عندك مع معا لازم كلها نقف وراء الفرقة في الفترة ديت. ولازم الدعم مهم جدا. وواسكين جدا في المسلمان يمدرب اكثر من ممتاز. حي ممكن في بعض الماتشات ده طبيعي. مورينيو بيكون غير موفق. اي مدرب في العالم جورديولاس ده. اي حد. طبيعي هجيله يوم هيبقى غير موفق. طبيعي ان انت بتجرب. ممكن تجرب في ماتش 4-4-2. في ماتش بتجرب 4-3-3. في ماتش بتلعب 4-2-3-1. اجرب افشا يمين. الفترة الجاية انت برضو عندك ماتشين. انا معاك. بس انا دايما يعني انا شايف ان المسلماني بكل امانة. يعني ما بيكون في حاجة المسلماني بنقول اخطأ في تغييرها. اتأخر في تغييرها. التشكيل مش مناسب. بداية تشكيل مثالية. اعتقد لو اي حد عايز تبدأ بمين هيبدأ بهذا التشكيل. جزء مهم جدا للعيب. انا كنت لعيب. يعني انا كنت لعيب. وساعات انا كمان علي دورك لعيب. رب Wa winding. ان انا ازاي اركز في مباراة. ازاي ادي مباراة حقاها. ازاي اخش المباراة. ازاي ابدأ المباراة. ممكن يكون بعض اللعيبة. يمكن زي ما انت قلت كده بداية المباراة. مش بنفس التركيز. مش بنفس الحماس. فده بعيد عن الناحية الفنية. شوانا انا في اعتقادي يعني أدى بالتشكيل المناسب التغييرات كانت تغييرات رائعة أعتقد أنها عملت شكل كويس يجي بقى دور اللعيبة كمان وده اللي حصل النهاردة اللعيبة تكلمت على فكرة مع بعض وقال هم نفسهم بيقولوا أن احنا ما كناش كويسين هم نفسهم قالوا الجهاز الفني لأ احنا فعلا ما كناش على قدر مسئولية وده هناخد من دوت الشيء الإجابي أن اللعيبة معترفة بكده ونطبقه بقى ان شاء الله على الفترة اللي جاية عايزين نعرف منك المجموعات عايزين نعرف مين اللي وصل مين اللي لسه ما وصلش عشان كمان نشوف مين كمان اللي حيقابل احتماليات النادي الأهلي حيقابل مين ونبدأ نتكلم بالأرقام والإحصائيات أول مجموعة طبعا هي المجموعة الوحيدة مجموعتنا اللي اتأهل فيها الأول والتاني خلاص رسمي سيمبا في المركز الأول النادي الأهلي في المركز التاني ده خلاص المجموعة التانية قدامنا المجموعة الاولى هي على الشاشة نجيبها هنا سيمبا والاهلي وفيتا والمريخ نيجي بعد كده ليه المجموعة التانية اللي فيها طبعا سانداونز واحد من اقوى اقوى الفرق اللي هتنافس النادي الاهلي هذا الموسم على البطولة من وجهة نظر سانداونز صعد عنده 13 نقطة المنافسة في المركز التاني ما بين شباب بولوزداد اللي هو فيه امير سعيود الجزائري والهلال السوداني على المركز التاني شباب بولوزداد في الجولة الاخيرة رايح يلاعب سانداونز في جنوب افريقيا والهلال رايح يلاعب مازمبي في الكونغو فالماتشين دول هما اللي هيحددوا مين اللي هيصعب مع سانداونز يعني الهلال وشباب بولوزداد المنافسة ما بينهم حيلعبوا المباراة خارج ارضهم خارج ارضهم وبالتالي النتيجة هتحصم خارج الارض شباب بولوزداد يا اما الهلال من الارب ده؟ شباب بولوزداد الارب الارب؟ الأعرب شباب بولوزداد مع سانداونز مفاجأة بالنسبة لك في المجموعة دية خروج مازينبي طبعا تاني أكتر فرقة حقاية ألقاب بعد النادي الأهلي مع نادي الزمالك مازينبي خمس ألقاب وبعدين مازينبي طبعا بتاريخه معروف كونه أنه خاصة أن المجموعة الهلال مش في حالته شباب بولوزداد فريق يعني نوعا ما متوسط فأنت بتتكلم أن مازينبي لا الطبيعي في مجموعة زيدات أول ما القرعة قالت يبقى أنت بترشح سانداونز ومازينبي بدون شك طيب دي المجموعة التانية المجموعة التالتة المجموعة التالتة الوداد المغربي برضو هو ضمن التأهل ولكن لسه الصدارة عشان يضمن الصدارة لسه نقطة في الجولة الأخيرة لكن هو اتأهل رسمي اتأهل رسمي يبقى عندنا تأهل رسمي الوداد اتأهل رسميا أول أو تاني لسه في الجولة الأخيرة لسه نقطة بس طبعا هياخدها مع بترو أتلكو يعني يعني أكيد ضمن الصدارة كمان نيجي بعد كده ليه حرية وكايزر تشيفز ده في المركز التاني فيه مباراة ما بين الفرقتين فيه ملعب حرية الغيني ده دي المباراة الفصلة يعني المباراة الفصلة ما بينهم الأقرب طبعا حرية على ملعبه وبالتالي يعني الأقرب حرية أنه هو يصاحب الوداد للدور التاني والوداد طبعا هيلاعب بترو أتلكو وأعتقد هيكسب المباراة حتى لو تعادل ضمن الصدارة يعني في المجموعة دي الوداد تأهل ولسه المنافسة ما بين حرية وكايزر تشيفز زي المجموعة التانية برضو كان المنافسة ما بين شباب بلوزداد واليلال على المركز التاني انت شايف أن حرية الأقرب الأقرب نتيجة أنه بيلعب على أرضه على أرضه طبعا وكمان هو لسه فايز ومخسرش غير من الوداد فماشي بشكل كويس يعني طيب نروح من المجموعة الرابعة مجموعة الزمالك الأول الترجي ضمن التأهل الرسمي بس مش أول مجموعة لسه محتاج نقطة تمام التاني مولدية الجزائر تمانية والزمالك عنده خمس نقط الزمالك طبعا لازم يكسب تونجة السنغالي عشان يبقى ثمان نقط ولازم الترجي عشان الزمالك يسعد لازم الترجي يكسب مولدية الجزائر لو المولدية أخذ نقطة الزمالك ما يسعدش أين كانت نجد الزمالك يعني التعادل ما بين مولدية والترجي بيقصي الزمالك وبيسعد بالفريتين مع بعض لكن الزمالك بصراحة عمل مباراة جيدة جدا وعنده فرصة كويسة برضي خاصة أن الترجي على ملعابه مع المولدية ممكن الترجي يكسب وممكن الزمالك يكسب فعنده فرصة حتى ممكن نقول 40-50% تمام من الأرقام بتاعت المجموعات اللي همنا طبعا النادي الأهلي أكيد ما فيه شك يعني أنت من خلال تحليلك للمجموعات كده ومشوار إن شاء الله النادي الأهلي في دور التمانية تفتكر كده الأهلي ممكن يلعب من خلال الرؤية يعني عندنا عندنا سانداونز الوداد والترجي واحد من الفرق التلاتة على حسب القرعة معادة أخر أربعة القرعة طيب علشان نعرف المنافس برضو لنا نادي الأهلي عايز برضو دكتور أحمد تقول لنا أفضل أفضل اللعيبة كمان يعني إحنا فيه برضو إحنا بنتابع مباراة الأهلي أو بنتابع مباراة الزمالك لكن فيه لعيبة على مستوى عالي جدا ظهروا في سانداونز في الترجي في الوداد عايزين نعرف برضو بالأرقام كده أفضل اللعيبة على مستوى دور المجموعات تمام هنستعرض الأرقام هتبين بقى مين اللعيبة نحن نتكلم على دور المجموعات الخمس جوالات اللي في دور المجموعات هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل تمام أول حاجة هدف البطولة في دور المجموعات معنا على الشاشة هوق محمد علي بن رمضان مسجل ثلاث أهداف في دور المجموعات واربعة على مدار البطولة احنا بنتكلم على دور المجموعات بس مسجل ثلاث وده كابتن هاني واحد من اكتشافات البطولة محمد علي بن رمضان عنده 21 سنة لعيب وسط وانضم المنتخب تونس بيلعب أساسي في منتخب تونس حاليا لعيب هايل ده لعيب تمانية ولا ستة؟ تمانية بيجيب أهداف من هدفين البطولة وصنع أهداف ولعيب ربط هو اللي بيعمل عملية الكونيكشن الربط في فريق التراج أهم لعيب في فرقة التراج السنة دي محمد علي بن رمضان التاني أيوب الكعبي بيلعب في الوداد المغربي مسجل ثلاث أهداف التالت اللي هو اسم كوسوني اللي هو المفاجأة المصنبيكي بتاعه رقم 11 رقم 11 بتاع سنبا التنزاني التلاتة دول هدفين جايبين ثلاث أهداف طب يا احنا بناخد الفرق انت بتتكلم على مستوى الوداد والتراج وسنبا وسنبا كده كده بعيد عننا يعني الأكثر أسست في الدور المجموعات حتى الآن زوانيه اللي هو الجناح بتاع سنداونز عنده تلاتة أسست طيب نيجي بقى الأهم اتنين لعيبة في البطولة حتى الآن اللي هو بيبين لك الأكثر مساهمة في الأهداف سواء بالتسجيل أو بالصناعة مين لويس ميكوسوني اللي هو بيلعب فين في سنبا المزنبيقي مساهم في خمس أهداف لفرقته في خمس ماتشاط يعني بمعدل هدف في كل مباراة اللعيب التاني اللي هو زوانيه اللي بيلعب في سنداونز مساهم في خمس أهداف لفرقته دول أهم أجنحة في البطولة وبالتأكيد لما نستعرض التشكيل المثالي حيبقوا موجودين ده على مستوى سنبا وصنداونز وصنداونز عن دوم الأسست من أكثر اتنين عملوا أسست من أكثر اتنين عملوا أسست بصوا على الرقم ده محمد مجدي أفشا أكثر لاعب صنع فرص في دور المجموعات على مستوى كل الفرق 14 فرصة التاني مين كيلاتوس اتشامة لعيب سنبا جنح سنبا عامل 13 فرصة التالت مين محمد هاني محمد هاني محمد هاني بيستحق مننا آه ممكن يكون كان غير موفق امبرح ولكن يستحق الدعم طبيعي انت محمد هاني بيلعب دلوقتي أساسي في منتخب مصر قدم كاس عامل الاندية كويس ان شاء الله الفترة الجاي يكون أفضل منه بإذن الله محمد هاني تالت أكثر لاعب صنع فرص 12 فرصة بعد أفشا وبعد كلادوس رقم هاي طبعا بالنسبة لزهير طبيعا كان دايما معلول بيبع متواجد في القائمة دي بس هو غير طبعا غيابه مصر أكيد بشكل كبير عشان كي قلتلك لما يرجع فرقة بحالها راجع على النادي الأهلي على المعلوم أكثر لاعب قام بمحاولات على المرمى مين برضو محمد مجدي أفشا يعني محمد مجدي أفشا قدامنا على الشاشة أكثر لاعب صنع فرص وأكثر لاعب عمل محاولات على الجون 13 محاولة التاني مين؟ أيوب الكعبي اللي هو مهاجم الوداد المغربي عامل 12 محاولة طب نبص على الثالث ده رقم جريب شوية بس لازم نفسره ويلتر بواليا مهاجم النادي الأهلي تالت أكثر لاعب في البطولة في دور المجموعات عامل محاولات طب ده يدل عليه يدل أن بواليا مهاجم بيروح عالجون كتير بيتحرك بشكل كوي رغم أنه ما بيلعبش أساسي بقاله ماتشين بيروح عالجون كتير جدا وبيعرف يخلق لنفسه مساحات تتخلي زميله يمرروله ولكن لسه عنده الفنش أزمة الثقة بس لكن بواليا في الأرقام أنا مستوى الأرقام من أكثر الناس اللي بتصل للجون من أكثر الناس اللي بتتحرك يعني أنت بتتكلم أن هو ملعبش كتير محمد ماك دي أفشى رقم واحد أيوب الكعبي رقم اثنين وولتر بواليا رقم ثلاثة يعني بيتحرك بشكل كوي نقصه بس حتة الثقة لو جاب جون في الثاني في الثالث الدنيا هتمشي معاه نجي بعد كده لي أكثر لعب عنده تمريرات طولية المين أكثر لعب؟ ريكاردو ناسيمينتو اللي هو البرازيلي مدافع سانداونس أكثر لعب بيبني الهجمة من وراء عامل 11 تمرير طولي طيب اللي بعد كده أكثر لعب عامل مراوغات نجحة الظاهير اليمين بتاع فيتا كلوب الرقم الأولاني ده أنا أفع عنده شوية لأن طبيعي سانداونس بيلعب بلدنج أب يعني بلدنج أب فالرقم ده برضو بالنسبة لعلم تستفهم بس ناسيمينتو ده حتى لما كان لعبنا السنة اللي فاتت مميز أوه هو بالتمرير هو أكثر واحد بيعمل تمريرات طولية يعني نجحة نجحة آه لعيب كويس قوي المراوغات النجحة شباني اللي هو الباك اليمين اللي اتكلمنا عليه قبل كده هنا في الباك اليمين بتاع فيتا كلوب والتاني لويتس ميكوسوني اللي هو برضو سيمبا واحد من اللعيبة اللي موجودة في كذا رقم موجود في الأسست موجود في المساهمة موجود في التسجيل موجود في المراوغات النجحة لعيب كويس وعنده 25 سنة من الموزنبيك أكتر حارس حافظ على نظافة شباكو حتى الآن هو موسا كامارا حارس حرية أربعة كلين شيت من خمس مباريات عشان كده قلت لحضرتك أنا برشح حرية أكتر لأنه اتفاعوا كويس ومن أربع مباريات كلين شيت من خمس مباريات في دول المعات رقم قويس نيجي بعد كده أكتر مدافع شتة الكورة لبوسا مدافع سانداونز 29 مرة أكتر مدافع أو أكتر اللاعب كان بتاكلينج صحيح اللي هو التاكلينج النصر الدين لاعب ارتكاز الهلال عامل 18 تاكلينج اعتراض للكورة أكتر لاعب منع تزديدات مؤسرة وده مدافع برضو واحد من اكتشافات البطولة اللي هو معاس حداد مدافع مولدية الجزائر عامل سبعة بلوك سبعة منع التزديدة مؤسرة إذن دول ملخص كده سريع ليه أبرز اللعيبة أبرز اللعيبة اللي كانت موجودة ومن خلالها ممكن نستعرض التشكيل المثالي علشان برضو نعرف يعني لغاية دلوقتي التشكيل المثالي لدور المجموعات يعني لسه طبعا فيه آخر جولة لكن من خلال الأرقام طلعت لنا 11 تقريبا بس برضو لما نستعرض الـ 11 هنقول لكل لعب بديل مين اللي ممكن ينفسه علشان الناس ما تقولش ان احنا مختارين حد أو كده لا فيه اتنين لعيبة مثلا في كل مركز هنقول عليهم أول حراسة المرمى نستعرض للتشكيل بقى أول في حراسة المرمى قدامنا التشكيل على الشاشة حراسة المرمى مين؟ موسى كمارا حارس مرمى حرية الغيني ده على اساس 4 كلين شيء من 5 اللي كان في المنافسة معاها دينيس أونيانجو اللي هو حارس سانداونز ده عنده اتنين كلين شيء بس هو أعلى منه في الانقاذات يعني دينيس أونيانجو عامل 13 انقاذ أما موسى كمارا عامل 12 انقاذ فاخترنا موسى كمارا ليه؟ لأنه هو الأعلى كلين شيء نيجي للاتنين المساكين بنتكلم يا جماعة على مدار دور المجموعات كلها مش على الجولة الأخيرة آه لا ده على خلال الخمس جولات الخمس جولات ممكن اللعيب يكون كان غير موفق في جولة وعمل الأربعة البقائين كويس معاس حداد اللي هو مدافع المولدية الجزائر قلنا عليه من شوية أنه هو أكتر لعب عمل بلوكات وشتت الكورة 16 مرة وعمل تاكلنج 11 مرة فمدافع هايل واحد من اكتشافات البطولة زي ما قلنا عليه المدافع الثاني موسى ليبوسة اللي هو مدافع سانداونز أكتر لعب أبعد الكورة عن مرماه 29 مرة مدافع هايل ليبوسة الزهير الأيصر لقاي بتاع سانداونز وده مساهم في أهداف 3 أهداف مع سانداونز ماشي بشكل كويس وكان فيه لعيب اسمه شمس الدين بيلعب في شباب بلوزداد ده برضو المنافسة كانت ما بينهم يعني مدافع برضو الباك الشمال ما بين شمس الدين بتاع شباب بلوزداد وما بين لقاي اللي هو الزهير الأيصر بتاع سانداونز خط النص الباكروات الباكروات محمد هاني المنافسة كانت ما بين محمد هاني محمد هاني مبير حيقوله ازاي مختارينه محمد هاني مقدم في الأربع جوالات اللي قبل كده كان ممتاز ولسه عيلين ان هو تالت أكتر لعب صانع فرص على مستوى البطولة وبرضو حمد النجاز مع الترجي عمل مطشيني الزمالي كان كويس فكانت المنافسة ما بين هاني وما بين حمد النجاز وعلى فكرة المركز الوحيد يمكن اللي حاولت اختار فيه وكان فيه المراكز قليلة هو الباك اليمين في البطولة ما كانش فيه حد بارز أو غير هاني وحمد النجاز الأرقام قريبة جدا من بعض الأعلى فيهم قوي هاني والنجاز تمام نيجي بقى للاتنين الارتكاس طبعا فيه الأول قبل ما نقول احنا الاتنين مين في يحيى جبران لعب وسط الوداد عمر السلية في النادي الاهلي عمل بطولة كويسة فرجاني ساسي عمل مطشين كويسين مع نادي الزمالك فيه مابوي اللي هو ارتكاس سانداونز اللي هو اصلا كان جناح او مهاجم وتم توظيفه ارتكاس السنادي كل دول ماشيين بشكل كويس بس احنا اختارنا الاتنين المميزين او او الاعلى في الارقام محمد علي بن رمضان زي ما قلت لحضرتك ده ده اللعب اللي انت قلت لعليه اه اللي هو اكتشاف البطولة دي ده نضم المنتخب تونس لعيب دولي عنده واحد وعشرين سنة بيلعب في التراجي هو اللي بيعمل عملية الرط في التراجي مسجل ثلاث اهداف وعنده اسست يعني مساهم فاربع اهداف في البطولة حلو ده بالنسبة للرقم تمانية بالنسبة للعيب رقمته هما بيلعب ربع تلاتة تلاتة فهو ارتكاس مساند مع عبد الراوف بن غيس تمام التاني نصر عمر اللي هو بيلعب فيه الهلال السوداني ليه تم اختياره؟ مين ممكن يدخل معهم برضه عشان يديهم حقهم؟ عمر السلية فرجاني ساسي يحيى جبران مابوي بتاع سانداونز كل دول برضه ممكن يدخلوا في التشكيلة طيب الجزء الهجومي مفيش خلاف بقى عليهم الاربعة اللي قدام دول ارقامهم عالية جدا يعني محمد مجدي افشا احنا لسه بنقول انه هو مسجل هدفين خلي بقى افشا مسجل هدفين وصنع هدفين في كام في كام في خمس مطشاط مساهم في اربعة اهداف فهو برضه بينافس في قيمة الاكثر مساهمة للاهداف صحيح اكتر لعب عامل محاولات على المرمى واكتر لعب صنع فرص محمد مجدي افشا بالتالي ما ينفعش ما يتحطش نيجي للنحية اليمين اللي هو اسم كسون اللي هو في سيمبا قلنا انه هو اكتر لعب مساهم في اهداف وتاني اكتر لعب عامل مراوغات نجحة لعب هايل واكتشاف البطولة النحية التانية سيمبا زواني اللي هو الاكثر اسست في البطولة حتى الان فالتلاتة دول بسم الله ما شاء الله هيلين اللي قدامهم بقوا افضل مهاجم حتى الان في البطولة ايوب الكعبي هدف دور المجموعات بتلات اهداف بالتساوي طبعا مع محمد علي بن رمضان ومع لويس ميكوسوني ممكن نختار بديل اللي هو المهاجم بيتر بيتر مهاجم صنداونز برضو اللي هو النميبي بلعب منتخب نميبي برضو ماشي في شكل كويس ومن هدفين البطولة كذلك برضو في الاجنحة لو حنحط بديل ممكن امير سعيود امير سعيود بالمناسبة على البطولة كلها هو هدف البطولة يعني هو هدف البطولة اه يعني برضو على مستوى التهديف البطولة كلها على البطولة مش دور المجموعات اه البطولة كلها على مستوى البطولة من الهدفين اول واحد امير سعيود طبعا لعب شباب بولوزداد ستة اهداف سيف الدين تيري اللي هو سجل فينا الاهداف المريخ السوداني أهداف فراس الشواط لعب الصفاكسي مسجل كمس أهداف. دي أرقام الفرق. على فكرة قدامنا أرقام دور المجموعات بعد انتهاء. آه ده بالنسبة للفرق الأقصر سجيلاً النادي الأهلي الأقصر صناعاً النادي الأهلي. الأقصر محاولات على المرمى النادي الأهلي. الأقصر عرضيات النادي الأهلي. بتتكلم على أرقام كبيرة جداً للنادي الأهلي. الأرقام دي بتباين الفرق القوية. يعني انت هتلاقي في الأقوى هجوم مين؟ الأهلي وصندونز. أقوى فرقتين في البطولة من على مستوى الهجوم؟ الأهلي وصندونز. أقوى فرقتين في البطولة على مستوى الدفاع مين؟ الوداد وسمبة. تضبوط. طيب. من البص بقى أرقام الأهلي بص موسيماني والشغل اللي بقول لها داك عليه أنه مدرب ممتاز في النقطة دي. أكتر فرقة صنع فرص الأهلي. عمل 19 فرصة. أكتر فرقة راح يتعجون محاولات على المرمى النادي الأهلي. 83. وبالمناسبة النادي الأهلي أكتر فرقة ضائعة فرص برضو. طبيعي أنت بتوصل كتير. أكتر فرقة عامل عرضيات النادي الأهلي. 114 عرضية. الأكثر استحواز بقى هنا الصندونز. الأعلى. يالي الزمالك يالي الأهلي. عشان كي بقول لها حدق أرقام صندونز عالية شوية. تقول لها أرقام قريبة. أنت بتتكلم 58 58 57 50.8 يعني بتتكلم كل الأرقام قريبة جدا. لكن الرقم اللي أنت زي ما بتتكلم. أن وصولك للمرمى بشكل كبير جدا. لأهلي محاولات على المرمى 83. وده جزء مدرب. وصعد دايماً يقول لك المدير الفني. حتى بعض الناس يقول لك هو مالوش دعو بالتلت الأخير. هو بيوصلك للتلت الأخير. هو يتوقف على مهارة لعب. توقف على الفينيش. على اللمسة الأخيرة. آه. ليها بعض التدريبات شوية. لكن يبقى محاولات نادي الأهلي اللي وصولنا على المرمى معدل العالي جدا. آآ نفسنا كمان إن هذا المعدل يزيد مع جزء تاني اللمسة الأخيرة. بعض المباراة عندنا اللمسة الأخيرة عندنا مشكلة فيها شوية. عشان كده شفنا ويلتر بواليا من ضمن اللعبة اللي هي عاملة أكثر محاولات على المرمى. برضو من ضمن فيه برضو بقية الأرقام الأكثر تمريرات طولية. من الأكثر تمريرات طولية ده هيبين اسلوب لعب الترجي. الترجي والزمالك أكتر فرقتين بيلعبوا لعبه مباشر. الزمالك مع كارتيرون والترجي بيلعبوا دايما التمرير الطولي الأدام. هؤل أكثر تمريرات طولية الترجي بيعمل تلاتين وتمانية من عشرة الزمالك بيعمل تسعة وشرين وستة كل تسعين دقيقة. فده اسلوب لعبه مباشر. دي مش كورة النادي الأهلي لسه كنت بوله حداك عليها. مش موجود ولا سانداونز. الأهلي وسانداونز عكس الزمالك والترجي. يعني سانداونز مع القصيرة. النادي الأهلي وسانداونز دايما التمريرات القصيرة اللي هو اللعب اللي تمريره القصيرة. التيكي تاكا. لكن الزمالك والترجي اسلوب لعبه مباشر. اللي هو تمرير طولي وحاعتمد على الكرة التانية ومحمد علي بن رمضان مثلا وعبد الرقوف بن غيس أو النحة التانية فرجاني ساسي وطريق حامد يخضوها. فده اسلوب لعب الزمالك والترجي مقارب لبعد قوي. الأكثر حفاظا على نظافة الشباك اللي هو الأكوى في خط الدفاع. سيمبا الوداد حرية الغيني كايزر تشيفز. الأربع فرق عملوا عندهم أربع كليم شيت من خمسة. نيجي بعد كده الأكتر فريق ارتكب فاولات أو أخطاء الترجي. عمل ستة وتسعين فاول وده رقم برضو بيأكده أنه لعبهم عنيف. آه فيه عنف يعني نقدر نقول فيه جدية وعنف. يعني حتى مبارات المريح كان فيها برضو أحمد كان فيه عنف جامد جدا. آه كان صراحة آه حاكم ما حماش الفرقة شوية براحة. بالزرحة. بالزرحة. بملاك تسيمبا ما حماش الفرقة لأنه كان فيه عنف كتير. وإنت دايما لما بيتلعب هم معتقل. إن هم بيلعبوا فرقة أعلى منهم فنية. يعني النادي الأهل أعلى منه فبيحاول إنه إيه يعني إيه يعني إيه يقرب شوية الكدرات دي. ما ما يخلكش تفوت في مني في واحد على واحد. أو ضربك كاسرك بحيث إن أنا يعني إيه أهدك شوية زي ما كان بيحصل مع أفشة. إن هم عارفين طبعا خطورة أفشة فكان دايما أفشة حصل على أكتر من حوالي أربع فاولات في المطش ده. نتيجة كده إن هم شايفين وعارفين خطورة أفشة فبيحاولوا إن هم إيه يوقفوه ما فيش حل غير بالضرب. طب إحنا إحنا يعني ما يهم جماهير النادي الأهلي الحمد لله التأهل في مقادل بقى مين. إنت شايف مين اللي ممكن يبقى مزعج. مش هنقول يبقى مشكلة للنادي الأهلي. التحديات هي موجودة وفيه فرق كبيرة. لكن إنت شايف من خلال الثلاث فرق المرشحة إنها تقابل للنادي الأهلي في دور الثمانية. مين أكتر فرقة تبقى مزعجة تبقى يعني مقلقة بالنسبة للنادي الأهلي. في السنة اللي فاتت والسنة دي أقوى فرقتين في أفريقيا. النادي الأهلي وصندونس. من خلال من خلال الأرقام. من خلال الأرقام يعني أنا ما بحلل في دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت حتى والسنة دي أقوى أرقام على مستوى أفريقيا الأهلي وصندونس. فرقة مزعجة فرقة بتلعب. يعني صندونس أصلا السنة اللي فاتت حظه وحش إنه قابلنا في دور الثمانية. أنا كنت متأكد إنهما هيوصلوا نهاي لو ما قبلناش. إنهما حظوهم إنهما استضموا بالنادي الأهلي. لكن لو ما كانوش قابلوا النادي الأهلي كانوا وصلوا نهاي. ده ممكن يتكرر السنة دي؟ أتمنى لأ. أتمنى أن نابلش سنة. أتمنى أن نابلش. آه. وخاصة أنت عارف إحنا طالما تلعنا التاني أعتقد المباراة. خاصة كمان المسيماني. يعني المسيماني بقى وهيروح لهم وكده هتبقى يعني مباراة صعباوي. أتمنى أن احنا نبعد عن صندونس. وكمان المباراة المباراة الزهاب دايما بتبقى يعني هتبقى على أرضنا. آه. المباراة الزهاب آه. لأن التاني بيلعب العودة على ملعب المنافس. صحيح. احنا نلعب يعني هنبقى المباراة الأولى في القاهرة والمباراة الثانية في ملعب المنافس. فلا أتمنى الصندونس بصراحة هو المنافس الأقوى للنادي الأهلي السنة دي على البطولة. ومش هتفرق إن شاء الله هنعديه يعني. إن شاء الله. بس عايز أسألك سؤال من خلال الكلام اللي أنت قلته. من خلال مباراة المباراة اللي جاي مباراة سيمبا. أنت قلت أن النادي الأهلي دلوقتي التأهل اتحسن. هل تفتكر الممكن المسلماني يعتمد بشكل كبير في مباراة سيمبا. انت عارف عندنا سيمبا. وعندنا عندنا مباراة النصر في كاس مصر يعني. ممكن أن المسلماني يفكر إنه هو ده الوقت الوحيد يمكن. اللي ممكن جدا يريح فيه بعض اللعيبة المرهقة بدنيا شوية. ويدجي فرص للعيبة تانية يعني يشوفها من خلال المباراة. مش مؤثرة على النتيجة. مش مؤثرة على شيء وبالتالي عنده مساحة إنه هو يجرب بعض اللعيبة وفي نفس الوقت يكسب إنه يريح مثلا اللعيبة زي أفشة محمد هاني بتكلم على لعيبة مجهدة بدنيا. أنا شايف إنه ضروري جدا المباراةين اللي جايين نريح فيهم نعمل روتيشن ضروري جدا. مش ممكن الجمهور مثلا لو لقدر الله خسرنا يزعل. بس أنا بتكلم على الفايدة البعيدة. الفايدة البعيدة ايه أنا عندي لعيب زي أفشة ده بتلسها سألك مين اللعيبة اللي انت شايف يعني من وجهة نظرك إنها لأ مجهدة لو استمروا على هذا المنوال تعرف شهر برين عندنا سبع أو تمن مباراة كل يومين مش كل ثلاثة يام ماتشة. أنا شايف إن اللعيب زي أفشة ده محتاج آه نحن نريحه الماتشة اللي لأنه لعب ماتشة كتير قوي وخاصة كمان إن انت عندك وليد سليمان رجع وعندك ناصر ماهر رجع. فانت لما تديهم ويجيبوا جوان حيعمل منافسة وفي نفس الوقت برضو أفشة هيرجع إليهم نفسة وهيريح فدي برضو هتعمل نوع من تخلق دافع جديدة لأفشة وللفرقة فعشان كده لازم بعض اللعيبة في الفترة الجاية يحصل روتيشن في الماتشين دول تحديداً ليه؟ عشان أنا الماتشين دول أنت سواء كسبت أو خسرت انت سعدت تاني خلاص فانت تريح وتدي فرص في لعيبة زي مين ممكن تاخد فرص؟ ناصر ماهر وليد سليمان صلاح محسن قدام فيه وولتر بواليا ممكن تكسبه شايفين في الأرقام بيوصل كتير بس عنده الفينيش وحش جداً الوراء أحمد رمضان بيكهم عندك رامي ربيعة عندك محمود متولي لو رجع عندك معلول ممكن ياخد في الشمال لو رجع ممكن تدي له ماتش يبدأ ياخد الحساسية حراسة المارمة محمد الشناوي برضو محتاج يريح بقاله في الفترة بيلعب بشكل مستمر محتاج يريح عشان الإصابات في ماتش زي ده يعني ممكن تدي فرصة لعلي لطفي تدي فرصة لمصطفى شبير في مباراة الكاس دي هتفرق كتير جداً نيجي بقى للارتكاز انت عندك إصابة واحد زي حمد فتحي طبعاً انت مش هتغير كل ده في ماتش سنبا طبيعة هتبقى خمسة أو أربعة أو خمسة بالكتير بتدي اللي هم مثلاً أفشة شناوي هاني اللي هم بتوع المنتخب تحديداً اللي بيلعبه بستمرار بحيث ان انت برضو تنزل مباراة مباراة سنبا برضو ان انت عايز تكسب عايز تخلق دوافع جديدة ففي نفس الوقت هتدي لعيبة اللي هي لعبة المنتخب تريحها فدي طبعاً مسماني أكيد ليه حساباتي يعني في النقطة دي اه دي أنا بقول وجهة نظر يعني ان ممكن تتريح أربعة أو خمس لعيبة في المباراة دي بحيث ان انت تكسبهم بعد كده وفي نفس الوقت تدي لعبة جديدة احنا تكلمنا في لعبة بالهبل تقدر تاخد فرص برضو في الارتكاز اكرم توفيق احمد رمضان بيكم ربيع عام تولي تعندك في كل مركز في النادي الاهلي لعبين وتلاتة كويسين وبالتالي اعتقد ان لما تكسب لعبة زي دي في المباراة دي انت بتبني بدايل لما قدر الله حصل اصابات في الشهر ده ما خافش نحن لسه كنا بنتكلم في موضوع المباراة الكتيرة النادي الاهلي في شهر ابريل مباراة كتيرة كل يومين مباراة ونيجي على المستوى السوبر الافريقي اللي يتحدد معه يوم 28.5 قبل 28.5 عندك مشوار لتشاميز ليج عندك القرعة 30 ابريل القرعة 30 ابريل القرعة 30 ابريل وبعدين عندنا المطشين اللي هو يوم 15 ويوم 22 يوم 15.5 ويوم 22 دي الموعد المبدئية يعني 15.5 و 22.5 وعندك النهاي 28.5 اللي هو بتاع السوبر الافريقي فانت عندك اللي هو الاسبوعين الاخار في شهر 5 دول اسبوعين موت اللي هو اسبوعين اللي هم الحسم بتوع بطولة سوبر افريقي بتوع دور التمانية وبالتالي انت لازم تستعد عشان كي اقول لحضرتك انت لو سعدت تاني مش فرقة خالص ليه انت في الفترة دي المهم ان انت تكون مستعد نفسيا وفنيا وبدنيا طبعا في المرحلة الصعبة طبعا انت عندك مرحلة شهر رمضان دي مرحلة دوري حسم دوري لازم بقى ترجع وتتصدر الدور ان شاء الله في الفترة الجاية تفرق شوية عن نادي الزمالك بالنقاط تبدأ تهد من حلقة لما الزمالك دايما بيبقى فوق انت بتبعيز تقرب له فبيبقى الضغط عليك لما انت بتطلع فوقه وخلاص بحماسه بيقل يبدأ يخسر يبدأ يخسر نقاط ده اللي احنا عايزينه الفترة دي اللي هي فترة رمضان الفترة اللي بعد رمضان اللي هي في شهر الخمسة عندك بقى مباراتين دول يوم استعداد خاص اكيد هتروح بادري اكيد هيحصل نفس الاستعدادات اللي حصل اللي فاتت قدام مثلا سانداونز في دور التماني احنا قابلنا سانداونز في دور التماني صحيح سواء قابلت بقى ترجي ودات سانداونز هيبقى عندك ماتشين واحد في يوم خمستاشر واحد يوم اتنين وعشرين وبعد كده ماتشين في اسبوع ماتشين في اسبوع وبعد كده يوم تمانية وعشرين السوبر الافريق ماتش ببطولة وبطولة مهمة جدا بتتحسب لك في البطولات الكرية وبالتالي انت عندك شهرين مهمين جدا 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 لازم تستفاد من كل اللعيبة لازم الماتشين الجايين تحديدا انت ما بتدي فرص لبعض اللعيبة بتكسبهم دي حاجة مهمة النهاردة لو قدر الله حصل اي اصابة ما تقلقش مثلا واحد زي افشا لو لو قدر الله حصل اي حاجة انت عندك ناصر عندك وليد سليمان كذلك برضو على مستوى الاجنحة انت عندك حسين الشحات عندك كهرباء عودته مهمة قوي عودة كهرباء كنت لسا كلمك عليها عودة كمان على المستوى الفني اكيد كهرباء بلغة الكرة جاي جعان وعايز اقدم مستوىات كويسة فتفتكر هي دي الفترة المهمة جدا انك كمان تأهل كهرباء ان يكون وراء ربح معك مع اجاييه مع افشا مع جود وليد سليمان ناصر ماري يخش بتتكلم علي معلول باذن الله كمان يبقى عنده قدرة ان يخش فبتتكلم على اخر اسبوعين من شهر خمسة هو اسبوعين الحسم بشكل كبير جدا على مستوى البطولة الافريقية طبعا فمن رأيك ان الجزء بتاع مباراة سيمبا ومباراة الناصر بالنسبة لكاسم تدي فرص بتعمل الروتيشن احنا خسرنا جابها في بداية الموسم كانت قوية اوي ليه جابة كهرباء وعلي معلول كان دايما جابها قوية اوي ما بدأنا بها مباراة المقاصة والمباراة اللي قابلها كانت جابها ليه لان كهرباء مستو دايما في دخول العمق بيطبق فكر موسماني موسماني عنده 4-2-3-1 الجناحين بيدخلوا لجوه يستلموا في البوتيكس اللي هي في المسحات اللي هي جوه في العمق وتستلموا والظهرين يطيروا فكان كهرباء مميز اوي في الحتة دي صحيح ان انا بدخل وعلي معلول تلاقيه طيارة عشان كده ارقام عالي معلولك هتعلي اوي في بداية الموسم ليه بوجود كهرباء لان كهرباء عنده الميزة دي يتمنى من كهرباء لفترة الجاية ان هو يركز ويسق في قدراته ان شاء الله لما تكسبه كهرباء جناح حداف دي عملة نادرة ازاي بيعرف يجيب جون ده لعيب كبير عودته هتفرق معاك كذلك معلول انت عندك جبهة الوحدة هترجع صحيح وممكن ترحل اجايه كمهاجم اجايه لما بيلعب مهاجم بيفرق عندك حلول عندك حلول عندك واحد زي محمد شريف لما اتكلمنا عنه في مباراة منتخب مصر محمد شريف بزراحة وماشي في شكل ممتاز لما بيلعب مهاجم مهاجم واهمي يمكن قلت الحضرات يومها اقولتها ان فيه فرق ما بين محمد شريف ومصطفى محمد في ايه مصطفى محمد قلت الحضرات ان هو قريب من كوكة ممكن يجي المنتخب لو مدت لهش عرضيات حيتحرق هو رأس ماله العرضيات هو مش قدراته انه ننزل ويفتح مساحات او كده هو اه محطة بس عايز عرضيات عكس محمد شريف محمد شريف احسن مهاجم في مصر حاليا بيفتح مساحات لزميله عشان كده كابتن حسام البادري دفع بيه في المباراة الاخيرة اساسية وظهر بشكل اكثر من رائع مع صلاح وظهر محمد صلاح دخل للعمك تريزيجي دخل للعمك افشا دخل للعمك كلهم هدفوا ليه عشان مهاجم ممتاز بيعرف يتحرك على الاطراف بشكل كويس ويفتح مساحات لزميله اللي عندنا برضو عنده الميزة دي جونيور اجاي جونيور اجاي لما بيلعب في الحتة دي ومحمد شريف احسن اتنين في الحتة دي بيعرفوا يفتحوا مساحات لزميلهم بيعرفوا يفتحوا مساحات لزميلهم اننا بتحرك على الاطراف واصحب المدافعين وفض مساحة في ظهر المدافع دول اتنين اسكية صحية كل التوفيق طبعا لفرقتنا دكتور احمد بنشكورك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كانت فاكرة مميزة كالعادة وان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت احنا كل السبورت الفرقتنا سبورت الجهاز الفني المشوار الاصعب اللي جاي واحنا باذن الله قادرين كحاملين اللقب كنادي اهلي كل حاجة ان شاء الله تكون على ما يرام ويتوج النادي الاهلي بالعشر ان شاء الله شكرا يا كابتن هاني وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي في فترة جاي شكرا لك احمد بنورتنا وشرفتنا دي كانت نهاية فقرتنا الأولى بعد الفاصل معنا نجم كبير من نجوم النادي الأهلي الكابتن خالد جدال